الفصل الثاني من قصة طموح جارية بعد وفاة الملك الكامل تولى سيف الدين ابن سوداء حكم مصر والشام وأصبح يلقب بالملك العادل قام سيف الدين بتعيين ابن عمه الجواد نائبا له في دمشق وظل نجم الدين أميرا على الثغور نجم الدين كان قلقا من ضعف سيف الدين مما قد يؤدي إله انقسام بين أمراء بني أيوب ويشجع روم والتتار على الهجوم على مصر نجم الدين اختلف مع الخوارزمية بسبب مطامعهم الواسعة مما أدى إلى مهاجمتهم له فلجأ نجم الدين إلى مدينة سنجارا للاحتماء بها قام غياث الدين الرومي بحصار توران شاه بن نجم الدين في مدينة آمد بينما قام بدر الدين لقلق بحصار نجم الدين في مدينة سنجار اقترحت شجرة الدر إرسال الشيخ بدر الدين الزرزاري إلى الخوارزمية تعلموا يا شيخ بدر الدين المأزق الذي نحن فيه ورأى مولايا نجم الدين رأيا ينقذنا من هذا المأزق ولكن تنفيذ هذه الخطة يحتاج إلى حرص ودقة وجرأة ومهارها وحسن تصرف ولم يجد مولايا نجم الدين أحسن منك للقيام بهذه المهمة أمر مولايا مطاع نريدك يا شيخ بدر الدين أن تذهب إلى الخوارزمية لتسليمهم رسالة من نجم الدين لا تخف أيها القاضي الشجاع فلن تخرج من باب القلعة بل سوف نقوم بإخراجك من سور القلعة في وسط الظلام حتى لا يراك الأعداء ولكن يجب عليك أولا التخلص من لحياتك مؤقتا حتى تنتهي مهمتك حتى لا يتعرف عليك أي إنسان فكرة رائعة يا مولاتي وعندما جاء الليل والناس نيام كان القاضي ينزل بالحبال من سور القلعة في بطء وحذر حتى بلغ الأرض فك الحبال وانطلق إلى الخوارزمية ومعه رسالة نجم الدين وشجرة الدر التي كتب فيها أنتم أهلي وعشيرتي ومحط أمالي ومعقد رجائي فلم يتبقى لي في الحياة سواكم أعيش على أصواتكم وأحس طعم الحياة بأنفاسكم أ إلى من الجاء إن تخليتم عني أ إلى التتار الذين مزقوا دولتنا وقتلوا زعيمنا وشتتوا شملنا أم إلى الفرنج الذين يمشون في البلاد فسادا أسرعوا إلى ابنتكم ولكم عند الأمير نجم الدين ما تشاؤنا وأنا ضامنة لكل ما تفرضون